طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو السلاح احنا كنا بنتكلم الاول في بداية الحلقة عن المديليات الذهبية اللي حصدتها بص خلال اسبوع ويبدو انها اسبوع سعيدة على الرياضة المصرية خاصة للشباب ولكن خلينا نحط الدوق ده طبعا منتخب السلاح خلينا نحط الدوق على انجازات منتخب السلاح اللي بيلعب دلوقتي او لعب بطولة العالم للشباب اخدنا اربع مديليات ذهب عندنا اول انجاز او اول حاجة لو روحنا مديليات الذهبية اولا فكانت من نصيب محمد السيد اللي قلناه في الافتتاح واللي حقق الذهب في سلاح المبرزة وبعدها ادر ادهم معتزن وحقق المديليات الذهب في منافسات سلاح السيف وادر منتخب سلاح المبرزة المنتخب ككل بقى في الفوز بالمديليات الذهبية في منافسات الفرق بسم الله ما شاء الله يعني والمنتخب كان بيتكون محمد السيد سامي ومحمد السيد ومحمد يسين وعمر عبد الباقي وبيدربهم كابتن السيد سامي المنتخب كله خد الدهب طب روحنا المدينة الأخيرة بقى الدهب كانت من نصيب من منتخب سلاح السيف واللي تكون من أدهم معتز زياد نوفل زياد معروف عبد الرحمن الكفراوي واللي بيدربهم كابتن شريف البكري البعثة آه كابتن عبد الرحمن الكفوري أنا آسف واللي بيدربهم كابتن شريف البكري البعثة بيقودها إداريا أستاذة ميرفت حسنين عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح إنجاز كبير جدا إنجاز الحقيقة أنا أتوقف عنه وأكيد هنعمل حلقة مخصوصة للسلاح بأمانة لأنهم إنجازتهم بدأت من أولمبياد وما قبل الأولمبياد لما شفنا مصر بتروح على رنج عالمي مميز جدا وشفنا عندنا كوادر كمان من اتحاد السلاح وأسرة السلاح بتخش الاتحاد الدولي وبتخش فيه اللجان والمختلفة فكل ده الحقيقة إنجاز كبير إنجاز كبير الحقيقة يحسب للاتحاد السابق والاتحاد اللي جيه دلوقتي وأيضا لللعبين اللي طلعين كلهم كل اللي أقول لكم دول شباب 18-19 سنة فإن شاء الله كمان سنتين ثلاثة أتصور وأتمنى أتصور وأتمنى إن إحنا في باريس 24 نلاقي مديليا في السلاح وده مش بعيد على فكرة بتبقى لي بوادر وتبقى لي بشاير اللي احنا شايفانها دي